أكد الرئيس السيسي أن البنية الأساسية في مصر أصبحت متطورة مشيرا إلى تنفيذ ما يقرب من 6 ألاف مشروع بتكلفة 8 تريليونات جنيه أشار رئيس السيسي خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري السربي أن مصر لديها بنية تحتية هائلة ولديها سوق واحدة عندنا ما يقرب من 60 ألف ميجا وعندنا حوالي 25% من الطاقة الكربية متوفرة نفس الكلام ينطبق على الغاز كان برضو عندنا نقص في الغاز لكن الحمد لله لدينا فائد وبيتم تصديره الوقت ده أنا بكلم على الطاقة اللي هي لازمة لأي صناعة وأي مستثمر عايز يتحرك بالإضافة لكده الحقيقة خلال 87 سنة اللي فاتوا دول اتعملت بنية تحتية أنا بقولها بتواضع هائلة احنا عملنا ما يقرب من 6 ألف مشروع يتكلفوا حوالي 8 تريليون جنيه عشان نأهل الدولة المصرية للنهاية تكون جاهزة للعمل لشعبها وأيضا تشجع المستثمرين على أن هم يجدوا فرص موجودة في مصر قطع قطع قطع